بداية أبدأ معك دكتور حميد قرأت لك مقال تحدث فيه بالفعل عن بريطانيا الحائرة بين أمجاد الماضي وإمكانيات الحاضر تطرقت في طرحق والذي رأيته أنا منطقيا إلى حد كبير إلا أن بريطانيا تمتلك بالفعل العديد من نقاط القوى الاقتصادية أشرت لعضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن حلف النيتو مجموعة الدول الصناعية مجموعة العشرين قيادة بريطانيا لمجموعة الكومنولث حتى أشرت إلى قواتها النووية ولكن هنا تحديدا يبرز تساؤل مهم جدا كيف وصلت بريطانيا إلى ما وصلت إليه اليوم كيف تدهورت الأوضاع في الداخل البريطاني حينما نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية نسب الفقر يا سيدي نتحدث عن أزمة تكاليف معيشة ويبدو أن الحكومة لا تجد حلولا منطقية لهذه الأزمات حتى الآن كيف وصلنا إلى هنا دكتور حميد نعم تحية لك سيد جمعنا وللأستاذ محمد منير وللمشاهدين بريطانيا بالتأكيد دولة تفتخر بدورها في العالم باعتبارها كانت دولة عظمى إلى عهد قريب وهي دولة مؤثرة وما تزال مؤثرة في العالم وقد رأينا الاهتمام العالمي بالأحداث البريطانية برحيل الملكة مثلا بالوضع السياسي واستقالة ثلاثة وزراء أو تولي ثلاثة وزراء السلطة خلال ثلاثة أشهر وكذلك نرى أنه حتى الأحداث الصغيرة أو الأحداث المحلية دعيني أقول مثل الإضرابات وأزمة الخدمة الصحية تأخذ أبعادا وأصداء عالمية وهذا يدل على مركزية بريطانيا في العالم ولكن الظروف العالمية تغيرت فلم تعد بريطانيا قادرة اقتصاديا على أن تلعب هذا الدور لذلك هي بدأت تقلص من اهتماماتها العالمية وخفضت حتى ميزانية المساعدات التي تقدم للشعوب الفقيرة وقلصت من المساعدات التي كانت أو المنحة التي كانت تقدم للبي بي سي مثلا كي تنفق على الخدمات المقدمة الخدمات الإعلامية المقدمة في اللغات الأخرى الكثير من هذه القضايا بدأت تتقلص ولكن هناك جزء لا يزال مهما من الشعب البريطاني ومن الطبقة السياسية البريطانية ممن يريدون أن يلعبوا أو أن تلعب بريطانيا هذا الدور ولكنه غير ممكن هذا الانقسام الحاد قاد إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي